قامت جمعية الأرمان في إطار التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مبالغ مالية على الفتيات المقبلات على الزواج بهدف مساعدتهن والوقوف معهن في الانتقال إلى حياتهن الزوجية الجديدة يأتي ذلك في إطار حلس الدولة على الوقوف جنبا إلى جنب مع المواطن المصري في كافة نواحي الحياة حيث اتخذت الجمعية من يوم السبت من كل أسبوع موعدا لتوزيع المبالغ النقدية على الفتيات من المحافظات المختلفة في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالمواطن المصري وبالأخص أبناء محافظة الشرقية وفي مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي جمعية الأرمان بتعمل احتفالية تيسير زواج لعدد 25 فتاة مقبلة على الزواج ساعتك الفتاة دي بتتقدم لنا في مكتب الأرمان بالشرقية أو من خلال وحدات التضاوم الاجتماعي أو من خلال الجمعيات المشهرة بتقدم الأوراق بتاعتها أسيمة زواج الأصل والصورة منها شهادة الوافاة بتاعت والدها أو لو كانت يتيمة أب وأمي بشهادة الوافاة بتاعت الأم والأب وبحث اجتماع معتمد من الشؤون الاجتماعية هنودي لكل عروسة شيك خلاشة ألف جنيه أو لإما شيك لإما نقدي بحيث تشوف الاحتاجاتها إيه ما نحن ما نجيبش للتلاجر أو التجاز بحيث هي هي قادرة إيه النواقس اللي عندها فهي بتقدم للشواج يتيمات في هذه الظروف بحيث بإيجادة تساعد نفسها وتستطيع تصل على نفسها وبحيث بإيجادة تتجوز إن شاء الله شكرا